وعلى كل الأحوال تعالوا بقى نرجع للنادي الأهلي اللي واصل تدريباته بالأمس في إطار الاستعداد طبعا لخوض مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا كانت تدريبات بدنية متنوعة بالكرة لمدة حوالي 40 ديئة ثم كانت هناك تقسيمة قوية وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شبير ومصطفى مخلوف فقارات بدنية وفنية متنوعة كمان شاهد التمرين انتظام ميكي سوني في التدريبات الجماعية بعد طبعا ما رجع إلى القاهرة قادما من موزنبيق عقب انتهاء معسكر بلاده بينما كمان أدى محمد هاني جلسة تدريبية بدنية وأيضا استشفائية في الجيم وكمان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال أن محمد هاني جاهز بدنيا وطبيا وطبعا دي حاجة تساعدنا كلنا وبيؤدي تدريباته حاليا مفقا للجدول المحدد دي بعد عودته من الإصابة بشد في العضلة الضمة كمان اتكلم الدكتور أحمد أبو عبلة عن عمار حمدي وقال أنه حيسافر للدوحة ان شاء الله خلال أيام للبدء في مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تعرضه للإصابة بقطع فيه الرباط الصليبي للرجبة أثناء معسكر الفريق في الإمارات قبل كأس العالم للأندية النسخة الأخيرة منها